بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن البرنامج التطوعي الأول في إندونيسيا توزيع سلال غذائية تستهدف عشرة ألاف فرد من الأسر الإندونيسية المستحقة وذلك بحضور مساعدة المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي وشمل التوزيع الفيسلة الغذائية لشهر رمضان المبارك استهدفت قريتي تانجرانغ وبانجرانغ بالتنسيق مع معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أوضح الغامدي أن المساعدات كانت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين مشيرا إلى أنه سبق للمملكة أن قدمت مساعدات لإندونيسيا تمثلت في أكثر من 28 مشروعا بقيمة تجاوزت 435 مليون دولار أمريكية